تحول العراق بعد عام 2003 إلى بلد الملايين موظف من جراء البطالة والفساد الحكومي وانهيار البنية الاستثمارية والاقتصادية حيث اعترف وزير المالية علي علاوي أن آخر إحصائية بعدد الموظفين والمتقاعدين الذين يتقاضون رواتب من الدولة هو 7 ملايين موظف وهو ما يشكل ضغطا هائلا على الموازنة المالية العامة واستنتقاد الخبراء الاقتصاديين والماليين لتضخم هذه الكتلة الوظيفية الحكومية غير المجدية في الانتاج أو دعم الاقتصاد ويؤكد هؤلاء الخبراء أن نحو 70% من هؤلاء الموظفين فائضون عن الحاجة بينما تشكل رواتبهم السنوية نحو 60% من الموازنة الكلية وهذه الكتلة الوظيفية في الحقيقة هي بطالة مقنعة واضحة تفاقمت تدريجيا بسبب الفشل الحكومي المستمر في توظيف ما تحقق للعراق من أمال طائلة في مشاريع استثمارية لخلق طبقة عاملة في العراق تغني عن الاعتماد على التوظيف الحكومي ومن الواضح أن وزارة التخطيط تبدو عاجزة أمام العدد الكبير للموظفين كما أن التسجيد للوظائف العامة الذي يحصل كل عام مع إقرار موازنة الدولة يمثل عامل السنزاف الحقيقي للاقتصاد العراقي بعد تحول الوظيفة الحكومية إلى ملجأ حماية وحيد ليس أمام العراقيين من سبيل العمل والتوظيف سوى لكنها بطالة مقنعة وإن ارتدت رداء الوظيفة الحكومية التي لا يستغرق إنتاجها اليومي سوى عشر دقائق فقط وفق إحدى الإحصائيات الرسمية